كما أشار سعادة السيد رودي دراموند سافر المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين لمجالات التعاون بين البلدين الصديقين والتي شملت العديد من المجالات أنظر إليها من ناحية العمل الذي نقوم به في مختلف الجوانب فعلى سبيل المثال الجوانب الأمنية والسياسية حيث لدينا تعاون كبير على مستوى الأمن والدفاع ومع وجود القاعدة البحرية البريطانية التي سمحت لنا بالعمل عن قرب مع جميع الأطراف في المنطقة ولكن من خلال القاعدة هنا في البحرين ونعمل معا في مجالات أخرى كثيرة من أجل مصالحنا المشتركة وفيما يتعلق بالمجال الاقتصادي فإن علاقات الاستثمار الاقتصادي تزدهر بشكل رائع بمعدل 2.6 مليار جنيه استرليني تبادل تجاري على أساس سنوي من بضائع وخدمات لصالح الشعبين كما يتم فتح العديد من الروابط فالكثير من الشركات البريطانية تأتي هنا والعديد من الجامعات البريطانية في مختلف المجالات يعمقون علاقاتهم مع الشباب ويساعدون في تطوير الجوانب الأكاديمية والعلمية والتكنولوجيا المستقبل لديهم والتي تعتبر مهمة للغاية وقد نرى هذا الأمر في التبادلات بين الشعبين وكذلك عندما قمنا بتسهيل إجراءات الإعفاد إلكتروني من التأشير هنا في البحرين حيث شهدنا استفادة العديد من سواء كان للسياحة أو الدراسة أو للتجارة فنحن نريد أن يعتبر المملكة المتحدة كوطنهم الثاني كما يشعر البريطانيون الذين يعيشون هنا بأنهم في وطنهم كما أننا سنقوم بتحديثات في مجال خدمات التأشيرة أيضا خلال شهر فبراير من العام المقبل بحيث نجعلها أكثر سهولة ترجمة نانسي قنقر